لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد النقطة الاولى تتعلق باصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس الجائحة العالمية كوفيد-19 أو كورونا المعلومات متخبطة التحليلات تذهب وترجح اكثر ان الرئيس اصيب بهذا الوباء وامر اخر ان الرئيس عبد المجيد تبون يدخن كثيرا ولذلك قد يتشكل عليه خطر ونحن نعرف ان ما يسببه هذا الوباء من ازمات في التنفس وفي الصدر معروفة ويعرفها الاطباء وقد خاضوا عنها او خاضوا فيها كثيرا المعلومات المتوفرة لدينا تقول بان الرئيس اصيب بالفيروس فعلا ولكن وضعه الصحي لا احد يعني هناك تكتم شديد عن هذا الامر اقول المعلومات التي لدينا ان صحت نحن المصادر التي حروت لنا هذا الامر لم نتعود ان نأخذ منها معلومات كالبة ولكن الوضع الصحي ما بعد الاصابة لا احد يعلم عنه شيء ولا هناك تكتم شديد وكبير عن هذا الامر امر اخر ان هناك مسؤولين كبار في رئاسة الجمهورية اصيبوا بكوفيد وكانوا من المقربين جدا من الرئيس يدخلون عليه مكتبه ويتعاملون معه مباشرة كل المعلومات هذه مؤكدة بان هذا المحيط كل اصيب بكوفيد كيف انتقل هذا الفيروس ودخل رئاسة الجمهورية هذا في حكم في حكم المجهول لدينا ليس لنا معطيات حقيقية في هذا الموضوع ولكن المؤكد حسب قناعتنا حتى يثبت العكس ان الرئيس اصيب بهذا الفيروس وقد يتغلب عليه قد تكون عنده تداعيات اخرى ولان هذه الاصابة ليس كما اعلن عنها رسميا بل قبل حتى المجلس الوزراء الذي تم تأجيله هكذا اما تلك المعلومات التي تتحدث ان وزير الداخلية الفرنسي كان بصدد زيارة الجزائر وان الجزائريين افتعلوا هذا الامر كي يتفادى الرئيس استقبال وزير الداخلية اعتقد بان هذا الكلام لا قيمة له اذا كان هذب اللي يروجوا لهذه الاطروحة يقولوا بان النظام الجزائري القائم الان هو عامل لفرنسا كانوا يستطيعون ما يوصلوا هذا الحد يتصلوا بفرنسا يقولهم وزير الداخلية يؤجل زيارته الى وقت لاحق يعطوهم حتى الظروف والاسباب ولكن يعلن هكذا حتى يتفادى اعتقد بانه كلام فارغ هناك ايضا ما يتحدث ان الرئيس اعلن على هذا ام حتى يتفادى التعليق على ما يحدث مع فرنسا بسبب الرسوم المسيئة الى الرسول الكريم عليه افضل الصلاة وازك التسيق ايضا هذا كلام فارغ فقد علقت وزارة الشؤون الدينية المجلس الاسلامي الاعلى اصدر بيان بخصوص هذا الامر التحليلات تتباين وكل واحد يقدر تحليل على حسب هواه هناك من يأتيه حقيقة المعلومات من مصادر تريد استعماله هناك من مصادر حقيقة تعطيب على المعلومات وهناك من يقدح من من دماغه ومن ومن خياله من اجل انه يكون موجود على الساحة الساحة افتراضية ويتواجد بكثرة في شبكات تواصل الاجتماعي المعلومة التي لدينا تقول بان الرئيس انصيب بالفيروس وضعه الصحي ليس لدي اي معلومات هل هذا الفيروس اثر عليه اي ام لا هل هو يلقد في المستشفى هل هو في وضع صحي هل هناك لايس لدي اي معلومات وان كان الذي لدي ككل الناس هي التحليلات يعني الرئيس الجمهوري يؤجل مجلس وزراء يقول باسباب تقنية وكذا وكذا لو كان الرئيس احنا شفنا صور ترامب لما كان في الحجر الصحي كان اروج حتى الصور بدون كمامة يعني لكن لم تظهر اي صورة الى هذه اللحظة الى رئيس الجمهورية في الحجر الصحي كان يستطيع بدل انه يكتب تغريدة في تويتر كان يستطيع ان يوجه كلمة بالصوت والصورة ولو في دقائق معدودة تضحض هذه الاشعات وتضحض هذا الجدل القائم ولكن على ما اعتقد انه الذين اذا كان الرئيس صحيح في وضعه الصحي عادي جدا كما يقولون وعدم ظهور بهذه طريقة اعتقد بان هناك دوائر تريد ان تستفيد من هذا الجدل ومن هذا التخويف ومن هذا الهلع الذي اصيب الجزائريين خاصة انه شفنا فرنسا كيف تطورت فيها الامور صارت اكثر من ارقام قياسية تسجل يوميا فاتت الخمسين الف حالة اصابة في اليوم وبدأت تصعد من اربعين خمسة وربعين الف وكذا وكذا وحتى صارت اكثر من خمسة اكثر من خمسين الف تجاوزت وهي ارقام قياسية دول اخرى عادت لها الموجة الثانية من الكوفيد في الجزائر الكوفيد وصل الى رئاسة الجمهورية والى رئاسة الحكومة كنا نتوقع انه مدام مسؤولين سامين في رئاسة في الحكومة ايضا اصيبوا يعني هذا المسؤولين السامين معناها مقربين من رئيس الوزراء العبد العزيز جراد ظهر في تكريم التلميذ معناها غير مصاب اذا ماذا يحدث في الجزائر هذا هو السؤال الذي يبقى مطروح بناء على التطورات التي ستجر لاحقا نحن نقول من خلال معلوماتنا التي وصلتنا من دوائر ومن جهاتات تعودنا منها الصدق تقول بان الرئيس اصيب حقيقة ظهرت عليه اعراض الكوفيد ولكن وضعه الصحي يجري التكتب عليه نهائيا ننتظر يوم المولد النبو الشريف كيف سيظهر اذا ظهر الرئيس معناه انه تجاوز الامر واذا تظهر طبقة تأكيدات على انه هناك وضع الصحي ليس على ما يرام هذا الذي نملكه الى حد الان ربما تكون معلومات اخرى لاحقا سوف انوصلنا الجديد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله